ذكرت بأن المرحلة الحساسة والمهمة التي تدخل فيها البلاد ربما تدفع الرئيس الحرير بأنه لا يمتلك الرفاهية بأن لا يكون ضمن هذه المعركة بس العمل السياسي ليس بالضرورة يكون موجود بمجرد وجود هذا الطرف السياسي بالسلطة ليست المعارض السياسي جزء من من يقرر أو من يمنع ذهاب فريق قد يربح للانتخابات إلى مكان لا يريده لازم يكون موجود واحد بالسلطة ليكون فيه أي تأثير مباشر على القرارات الكبيرة التي تتخذ أنا ما عبطالب نكون موجودين بالسلطة بس عبطالب نكون موجودين بالسلطة التشريعية بمجلس نواب أن لنا تخلى عن أم السلطات مجلس نواب هو أم السلطات هو الانعكاس الحقيقة لأيرادة الناس وهي المؤسسة التي قادر تضبط السلطة وتتعدل قرارات السلطة رئيس حريري بالأخير ما عمل يعني وقت اللي أرلت كيف عنده ظروفه الخاصة نحترمها وطبعا ما منشارع عليها لأنه كل الإنسان عنده ظروفه وأنا ما منذكر أنه ما قال أنه ما تروحوا تصوتوا ما قال أنه اعتكفوا عن التصويت بالعكس قال أنه أنا وحزبي ومنتمين ببطاقة للطيار بدعيهم عدم الشركة بس ما دعا حدا خارج طيار عدم الشركة ما دعا جمهور الطيار إلى عدم التصويت وبالتالي هاي الأمور اللي يجب تضوى عليها وتتوضع أنه التصويت واجب وطني بمحطة وطنية بمحطة تاريخية نصرية وبعد قد الرئيس حريري رح يكون واضح بهذه النقطة إن شاء الله بالوقت المناسب يكون واضح بهذه النقطة أنه الناس تنزل تشارك دار الإفتاعة بيكون واضح بالمشاركة وإن كان معا بيقول بأي اتجاه ونحن مش طالبين طبعا يقولوا بأي اتجاه إنما المهم من الناس تنزل تنعكو الصورة بيروت الحقيقية وصورة لبنان الحقيقية عدم مشاركة الرئيس سعد الحريري بهذه الانتخابات قد تؤدي مثل ما حضرتك ذكرت بأنه تاخد النتاج منحة تعتبر بأنه المرحلة الحساسة لا تحتملها في هذا الظرف بس ربما هذا ما يريده الرئيس سعد الحريري من ناحية من بعد ما بدون منفط بالتفاصيلة بضرورة أنه إظهار سواء للمملكة العربية السعودية أو لكل الأطراف الخارجية إذا أنا سعد الحريري وطيار المستقبل لم أكن موجود في الساحة فاتفضلوا هذه النتيجة المقاعد أو الأصوات ستذهب إلى خصمكم أو غريمكم أو عدوكم إذا بدك لك أول شيء ما بعتقد رئيس حريري بهذا الجو يعني اللي عم اعتكف لأسباب خاصة اللي يكون موجود اللي يكون هالعلاقة الضابطة مع المملكة أو مع الخليج ما بعتقد بيروح إلى هذا المدى أو شيء بهذه النحة نقطة تانية ما بعتقد المملكة أو الأخوان في السعودية ضعاف لدرجة أنه نقدر نلوي لنزراون إذا فيه قرار بعدم ترك لبنان أنا بالأخير بذكر أنه المملكة هي طائف يعني المملكة هي راعية الطائف وعليها مسؤولية عربية قومية بأنه تحمي هذا الاتفاق اللي وقع في السعودية على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل ما يكون رئيس حتى وبالتالي حماية الطائف واجب سعودي رئيس حريري لا ما بعتقد بورط ناسه أو بورط جمهوره بخلاف مع السعودية والتنازل اللي عمله عن موقعه السياسي يترتيب العلاقات ما بعتقد بيرجع بيخربه بأداء سياسي لا يعكس وطنية أو واعية أو كذا الرئيس حريري أكبر من هيك والرئيس حريري وطني وإن شاء الله بهمنا نحن إذا قرر يرجع وقت البي قرر يرجع يكون يراجع ويلاقي شي يشبه بهذا البلد فما له مصلحة يخرب كل شيء بهذه الطريقة بالانتخابات الماضية حدثتك التمرشحة على اللائحة اللي كان موجود عليها الرئيس الحريري وبيعتبر البعض أنه الحواصل الانتخابية التي تمكنتها للمستقبل من تأمينها ساعدتك أو ساهمت بنيلك لهذا المقعد على الرغم من حصولك على حوالي 1900 وصوتين هل يخشى فايصل الصاير أنه ضياب طيار المستقبل كقوة انتخابية وتجري للأصوات قد تنعكس على عدم حصولك على هذا المقعد لا نحن أخشى لأنه بالأخير هي انتخابات واحد بيعمل وجباته بقودة طيار المستقبل طبعا بهذا الأنون الطائفي الغريب عجيب يعني هو نسبي على طائفي على تفضيلي على وان من وان فوت يعني هالخلطة اللي كانت كمان احدى المشاكل اللي وصلتنا لهون هو أقرار هذا القانون اللي كنا نحن ضده يعني وهي من من الأضايا اللي خسرتنا كتير وخسرت القوى السيادية الكثير يعني أنت صرت نص نوابك قبل ما تخوض الانتخابات بكل مناطق لبنان وصرت تنافس عن نص الثاني أنا بذكر طيار المستقبل كان عنده سبعة وثلاثين نائب وكان الانون غير إنما وصلنا لهون لا طبعا نحن نتكل على الجمهور البيروتي في نجاحنا لأنه بهذا الانون بطبيعة هذا الانون وبالطبيعة الطائفي لهذا الانون وبالاستفاف الطائفي للصاير ما عنا حاصل كامل فنتكامل مع مع الأعضاء الليحة نتكامل مع الليحة المنكون فيها وكانت مرة الماضي طيار المستقبل نراهن على جمهور طيار المستقبل نراهن على جمهور شهيد رفيق الحريري نراهن على جمهور ثورة الأرز وثورة 14 زهر أنه ما حي يتركوا ستها وحي يصوتوا مجرد يصير فيه مشاركة كثيفة وحواصل كافية إن شاء الله نحن نكون موجودين إلى جنب ونعمل ناضل ونحن هنصبط ونحن موجودين وسنبقى موجودين ببيروت بغير بيروت بالسياسي رح نظل موجودين الحزب الاشتراكي موجود ببيروت كان عنا نيبة وما كنا رح نظلنا أحد ناسنا وحد أهلنا ونظل نشتغل بس إن شاء الله العبور ستتغير بالأسابيع المقبلة هل هناك مؤشرات أو أنت هذا مجرد لا بتحسل أننا على الأرض موجودين بتشعر أن الاعتكاف اللي كان بالأيام الأولى لأنه مثل ما قلت الرئيس حريري أخذ قراره على مسافة قريبة من تخبات بلش يتغير بتحسل صار فيه حماس من الناس توضحت الناس برأيها براسها أنه الموضوع منه موضوع عن كيات الموضوع منه موضوع فرجيك ولفت فرجيني الموضوع خسارة واحد عبقى أوس حاله بإجروا يعني كلنا سنخسر وسنخسر إذا فترة طويلة وسنعرض هويتنا وهوية بيروت وهوية لبناء اشتركوا في القناة